على خلفية الحصار وفقدان المواد الأساسية وبشكل خاص المحروقات أصدرت هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بريف حلب الشمالي قرارا يقضي بتعليق الدوام في كافة المدارس والمعاهد مبينة أن 14500 طالب وطالب ضمن 68 مدرسة في منطقتين عفرين وريف حلب الشمالي حرموا من التعليم في حين أنها تسعى لإيجاد بدائل الدوام المدرسي من خلال التعليم عبر الانترنت إلى حين فك الحصار وإيجاد حل لمشكلة عدم المحروقات نقص في الإمدادات الطبية والغذائية وشح في المحروقات والكهرباء وجميع أشكال الطاقة وتفشي للأمراض الوبائية والموسمية جراء البرد القارس مع قدوم فصل الشتاء مشكلات لا يمكن حصرها يعانيها مدنيون بات ضحية لصفقات ومقايضات الحرب التي تشهدها سوريا منذ العام 2011 ووسط تحذيرات من كارثة إنسانية تهدد حياة الملايين مشكلات ومعاناة فاقت جميع الحدود يعيشها أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ومنطقتات الرفعة وقرى بريف حلب الشمالي حيث يقطن عشرات آلاف المهجرين قسراً من منطقة عفرين المحتلة جراء حصار قديم جديد يفرضه عناصر ما تسمى الفرقة الرابعة بقوات الحكومة بقيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد بغيات تحقيق أهداف سياسية وميدانية معينة بحسب تقارير حقوقية حصار عمدت الحكومة السورية على تشديده بشكل أكبر مع دخول المنطقة في فصل الشتاء منعت بموجبه إصال أي من المواد الغذائية والطبية والمحروقات وغيرها من مستلزمات الحياة تزامناً مع هجمات شبه يومية يشنها الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له على المنطقة وانتهاكات تعد ولا تحصى ترتكب ضد المدنيين هناك من خطف وقتل وسلب للممتلكات ونتيجة للممارسات اللا إنسانية التي تتعمدها قوات الحكومة السورية من خلال حصارها المفروض على المنطقة حذرت مصادر طبية من ازدياد حالات الإصابة بالأمراض الداخلية وسوء التغذية لدى الأطفال والبالغين نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية إضافة إلى فقدان بعض السلع الأساسية مثل مادة الطحين وعلى خلفية الحصار وفقدان المواد الأساسية وبشكل خاص المحروقات أصدرت هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بريف حلب الشمالي قراراً يقضي بتعليق الدوام في كافة المدارس والمعاهد مبينة أن أربعة عشر ألفاً وخمسمائة طالب وطالبة ضمن ثمان وستين مدرسة في منطقتين عفرين وريف حلب الشمالي حرموا من التعليم في حين أنها تسعى لإيجاد بدائل للدوام المدرسي من خلال التعليم عبر الإنترنت إلى حين فك الحصار وإيجاد حل لمشكلة عدم المحروقات وتعد المناطق المحاصرة من المناطق المتضررة أساساً من جراء الزلزال السادس من شباط فبراير الماضي والذي ضرب مناطق عدة في البلاد وخلف عشرات آلاف القتلى والجرحة وخسائر مادية كبيرة في البنى التحتية للمنطقة فيما يرى مراقبون أن الحصار الخانق له ارتباط وثيق بالوضع العسكري والسياسي المعقد في سوريا مؤكدين أنه محاولة للضغط على أهالي المناطق المحاصرة وابتزازهم معيشياً لاعتبارات عدة أبرزها موقفهم المناهض للحكومة السورية حول هذا الموضوع من ريف حلب الشمالي أرحب بعلاء الدين خالد قالو الرئيس المشترك لفرع المحامين بحلب أهلاً ومرحباً بك معنا سيد علاء في برنامج حديث اليوم بداية لو تضعنا بصورة الوضع الحالي في هذه المدن المحاصرة أو النقاط المحاصرة من قبل القوات الحكومة السورية من أكثر المتضررين أيضاً الآثار من جهة الصحة التعليم الغذاء كيف هو وضع اليوم الناس في هذه المناطق بالبداية كل الشكر لمضاعي قناة روناهي ولجميع المتابعين عفواً 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 آسف قناة اليوم هذه المأساة ليست المرة الأولى إنها تكرار للمكرر إنها فعلاً بعيداً عن الإنسانية عن الدوافع الإنسانية عن الدوافع المجتمعية وكأن مناطق حلب أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق الشاباء ريف حدب الشمالي وكأنهم ليسوا شعب سوري هناك الحصار المطبق من قبل الفرقة الرابعة هناك ضغوط على الحواجز هناك منع دخول الأدوية المحروقات ومع العلم حصول البرد القارس وكل العلم القاصي والداني بأن القرار يطلع بتعليق المدارس ما هو إلا تعبير عن هذه المضايقات التي ترتبط بسياسات وأجنداء معينة فيها ضغوط كثيراً لا يحسبون أي حساب لدوافع إنسانية لدوافع المرضية أطفال كل هذه الأمور وكأنهم ليسوا من الشعب السوني الشعب له مطالب له حقوق له حاجيات له أدوية وغيف الخبز المحروقات الغاز كل هذه الأمور تعقى على عاتق الحكومة تأمينها وإيصالها إلى كل المواطن من الشعب السوري يعني بعد اللجب أن لا يربط هذه الأمور بالأمور السياسية والعسكرية ما زنب هذا الطفل الذي جلس في بيته بدون علم أو تعليم ما زنب إمرأة مريضة ما زنب طفلة مريضة طيب المشافي حتى المشافي باتت قطعت عنها المحروقات وبات المرضى في شبه خطر تام ومطبق لما كل هذه الأمور من طرف الآخر نجد بأن الغزو والعدوان والاحتلال التركي مستمر على مناطق الشاباء بشكل عام وخاصة ليلة صباح يوم الإسديد والساعة الرابعة وعشرون دقيقة تحديدا كان قصف مكسف على مناطق الشاباء بقوة دون نجد أي رد طيب ما الذي يقوله هذا المشهد سيد على حسار على هذه المناطق وأيضا هناك انتهاكات وقصف متكرر من قبل تركيا وانتهاكات من قبل فصائلها ما الذي يقوله هذا المشهد برأيك هذا المشهد الشعب يفسره المواطن يفسره الطفل يفسره المريض يفسره الشيخ يفسره الشيخ يفسره الشيخ يفسره بأن هناك علاقة ترابطية تنسيق سياسي عسكري هناك ضغط وحصار إنساني رزائي دوائي طبي على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق الشاباء بشكل عام وبالمقابل نجد هناك قصف يومي عشوائي شبه متكرر على المدنيين العزل الأبرياء بغض النظر عن العرق أو الدين فهناك يجد الشعب يقول هناك تنسيق وهناك تناسق هناك ناحية عسكرية سياسية لما كل هذه الأمور وخاصة نحن مع بداية فصل الشتاء القارس طيب المشافي شبه تتوقف الأدوية شبه متعدومة أتحدث عن واقع بمثال شخصي أصبح لي يومين أبحث عن إبرة معينة خاصة بي وصلت سعر واسألتها مليون وثمانمائة ليرة سوري ولم أجدها وصلت من المرحلة إذا هذه المرحلة مليون إبرة خاصة بي أصبح لي نهارين أبحث عنها طلب مليون وثمانمائة ليرة سوري هل المواطن في هذا العصر يستطيع أن يشتري إبرة خاصة له بمليون وثمانمائة ليرة فهذه كلها نتيجات ضغوطات نفسية سياسية معنوية الغبب منه هو الإكراه وتقديم كل التنازلات دون النظر إلى ما يطلبه هذا الشعب من حقوق ومن حاجيات والمتطلبات الدنيا للحياة المعيشية كل هذه الأمور يجدوا واقعة مأساة 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 بكل معنى الكلمة بصراحة واقع مؤلم فعلا مشهد مؤلم كل هذه التفاصيل هناك غيد وانفيض منها سيد علاء يعني أمام فرض هكذا واقع محاولة فرض هكذا مآسي هل حققت الحكومة السورية أهدافها لم تحقق أهدافها الأهداف طالما هناك حقوق هناك واجبات هناك متطلبات هناك حاجيات كل حق يقابله واجب وكل واجب هو أداء لحق أين حاجيات الشعب أين حقوق الشعب أين متطلبات الشعب نحن شعب يطالب المتطلبة هل تعلم بأن لتر المازوت لدينا 13 ألف ليرة سوري لتر البنزين لدينا 17 ألف ليرة سوري استوانة الغاز 160 ألف ليرة سوري وكأننا عايشين في دول الخليج والدخل معدم لماذا كل هذه الأمور هل هذه المضايقات نعم نعم للحقوق الإنسانية الدوافع الإنسانية نعم لخروج الشعب من الواقع السياسي لماذا نربط الأمور السياسية الداخلية والخارجية المرتبطة بالاحتلال التركي ونطبقها والسعب السوري هو يدفع ثمنها بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص الشعب السوري الشعب الكردي هو جزء أصيل لا يتجزأ من سوريا من يقول هذا الانفصال وهذه كلها بروفاية إعلامية وبعيدة عن الواقع والحقيقة الإدارة الزاتية هي جزء لا يتجزأ من سوريا وتابع لدمشق الإدارة الزاتية هم الذين حاربوا الإرهاب هل يدفعون سمن محاربتهم للإرهاب التي كانت تدعمها تركيا علنا وكانت معبرا مفتوحا من تركيا باتجاه السوريا هل هذا الشعب الذي حارب الإرهاب بالنيابة عن العالم كله وعن الشعب السوري خاصة يدفع سمن مقاومته ومحاربته وطرده للإرهاب ويفضع العديد من الشهداء إلى يومنا هذا هل يستحق بالشعب هذا الجزاء هل هذا الشعب يدفع جزاءهم جزاء سن مار كما يقول المسأل العربي إذن هناك روابط وهناك إحداثيات وهناك ترابط سياسي الشعب شمال شرق سوريا بشكل عام يدفع سمن محاربته للإرهاب يدفع سمن مقاومته للاحتلال التركي العثماني ووقف سدا منيعا في وجه تفيز مخططات الوسيقى الملية يدفع وقف علنا في وجه الاحتلال التركي لما كل هذه الأمور هل يستحق الشعب هذه المعاملة الشعبنا لم يحارب النظام بشكل نهائي شعبنا وقف بشكل ثالث لا ضد الإرهاب ولكنهم ضد حقوقهم ضد كل الظلم شعب يريد حقوقهم أدى حقوقهم المشروعة سيد علاء اليوم من وظيفة المنظمات الإنسانية أن تراقب ما يحصل تحصي ما يحصل يعني يجب أن يكون لها دور في ما يحصل أيضا يجب أن تطالب ولكن أكيد الجميع يعرف هذه الصورة المؤلمة وهذه المشاهد المؤلمة وهذه المعلومات المؤلمة والتي في هناك أكثر منها أكثر مما تفضلت لو كانت اليوم المنظمات الإنسانية تسمعكم كمدنيين في المناطق المحاصرة ما هي الرسالة التي توجهونها لهم؟ المنظمات الإنسانية الغزائية والصحية والطبية تصل إليها تقارير يومية هنا في الشيخ مغصوب والشاباء ليس مثل المناطق الشرطية لا يسمح بدخول أي منظمة إنسانية صحية طبية إليها لأنها مناطق محصورة ما بين الشاباء وحلب معبر واحد وحدودها من الطرف الشرقي والشمالي والغربي الاحتلال التركي أحياء الشيخ مغصوب ليس لها أي معبر خارجي أو أي وسيلة وصولة خارجية ليس فيها مطارات ولا منافذ بحرية فالحصار مطبق عليها والمنظمات الحقوقية والإنسانية والخدمية والغزائية والطبية لا تستطيع الوصول إلى هذه المنطقتين فهناك سياسة ممنهجة متابلة الأدوار مطبقة على هذا الشعب المكافح المقاوم الذي هجر وطرد من أرضه المحتلة في عفرين ووقف مناظرا صامدا في وجه الاحتلال التركي وهو يدافع عن احتلال التركي وهو في غزو تركيا باتجاه حلب وباقي المناطق الأخرى هذه هي الأمور هذه هي المأساة التي لم تجري عليها لم نراها أبدا مطلقا لما ربطوا السياسة شعب له حق له حق أن يعيش على أرضه له حق دولة أن تقوم بتأمين متطلبات الحد الأدنى الحد الأدنى من المعيشة هناك مأساة حقيقية سواء في الشيخ مقصود أو في مناطق الشابات أليست من أكبر الجرائم في القرن الواحد والعشرين أن تعلق المدارس التعليمية و63 ألف طفل يمتنعون عن التعليم أين جرأت هذه الجريمة هذه تعتبر من جرائم العصر من جرائم التي واقع لهذا الشعب وكأنه هناك تنسيق وفي سبيل إبادة هذا الشعب من جزوره ومن أساسه وكأن الحكومة السورية ليس بحاجة إلى هذا الشعب ولا كأنهم من أبنائه جزيل الشكر من ريف حلب الشمالي الرئيس المشترك لفرع المحامين بحلب على الدين خالد قاله شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ما تبقى من حديث شكرا جزيلا لك كذا